اشتركوا في القناة للسنة الثالثة اعدادي في مادة الرياضية هذا الدرس هو معادلة مستقيم هو درس جدسال ويحتاج إلى الفهم معادلة مستقيم فيها جوج لعنوين رئيسية يعني معادلة مستقيم هي المعادلة المختصرة لمستقيم غير موازن لمحور الأراتيب المعادلة المختصرة لمستقيم غير موازن لمحور الأراتيب والمعادلة المختصرة لمستقيمين إما متوازيين أو متعامدين هنشوفوا الحالات اللي غتكون فيهم معادلة إما لمستقيم موازي أو لمستقيم متعامد مع مستقيم آخر كما كتعرفوا أن معادلة المستقيم كتكون على الشكل التالي Y يساوي MX زائد P هذه هي معادلة المستقيم أو المعادلة المختصرة لمستقيم دابا غالي نمشي للمكتب أو سطح المكتب باش نعمله الشرح يلا السلام عليكم هنا كما سبق نقلنا عندنا العنوان هو معادلة مستقيم العنوان معادلة مستقيم المعادلة المختصرة لمستقيم غير موازي لمحور الأراتيب يعني أنه مائل في المعلم غير موازي لمحور الأراتيب عندنا تعريف مجموعة النقط M, X, Y X والأفصول Y والأرتوب التي تحقق المتساوية Y وساوي M2X زائد P هي مستقيم أي أن المتساوية Y تساوي M2X زائد P تسمى المعادلة مختصرة لمستقيم العدد M يسمى الميل أو المعامل الموجه والعدد P يسمى الأرتوب عند الأصل سوف أشرح الأرتوب عند الأصل عند التمثيل المبياني عندنا معادلة مستقيم غير موازي لمحور الأراتيب نخذ المثال D يساوي D مستقيم D بحيث أن Y يساوي ناقص 1 على 2X زائد 5 الميل هو ناقص 1 على 2 والأرتوب عند الأصل يساوي 5 هنا نتكلم على المثال دائما عندما نريد الرسم التمثيل المبياني نقول نعتبر المستوى منسوبا إلى معلم متعامد ممنظم O, S, J هنا عندنا المستقيم L معادلة Y يساوي 2X ناقص 1 دائما لرسم المبيان نأخذ أن قيمة X هي 0 ونعودها في المعادلة فتخرج Y يساوي 2X في 0 يساوي 0 ناقص 1 إذن Y يساوي ناقص 1 إذن النقطة التي نبدأ منها الرسم هي أفصولها 0 وأرتوبها ناقص 1 إذن Y يساوي ناقص 1 ناقص 1 هو الأرتوب عند الأصل إذن ناقص 1 هو الأرتوب عند الأصل نبدأ به الرسم ونأخذ نقطة ثانية النقطة الثانية نسميها B ونعطي قيمة لX 1 ونعود في المعادلة فتخرج لدينا Y يساوي 1 يعني الأفصول 1 والأرتوب 1 إذن المستقيم L يمر من النقطة الأولى A أفصولها 0 وناقص 1 والنقطة الثانية B أفصولها 1 و1 ونقوم برسم مستقيم L إذن عاملنا التمتيل المبياني سهلة نعطي القيمة لX في الأول صفر ونعود في معادلة ونعطي القيمة الثانية لX 1 ونعود في معادلة ونرسم النقطتين ونرسم المستقيم يمر منهما في التمتيل المبياني نبحث عن Y هو الأرتوب أما X نختاره من عندنا نعطي القيمة الأولى صفر ونعطي القيمة الثانية واحد ونبحث على Y ونعود في المعادلة هنا سوف نتكلم عن المي المستقيم معرف بنقطتين مختلفتين إذا كانت A عندها X A و Y A و B عندها X B و Y B نقطتين مختلفتين بحيث X A يخالف X B فإنما المستقيم A B هو Y A ناقص Y B على X A ناقص X B هذه قاعدة يجب أن تحفظ ملاحظة كله M كل نقطة M حدثتها وتحقق المعادلة المستقيم دي تنتمي إلى هذا المستقيم نجد التطبيق لنحدد معادلة المختصرة مستقيم A B بحيث A عندها 1 و ناقص 2 و B عندها ناقص 2 و 3 عندنا المعادلة المختصرة لمستقيم هي Y يساوي M X زائد B هنا سنبحث على الميل والذي هو M عندنا M تساوي Y A ناقص Y B على X A ناقص X B و في الآخر تساوي ناقص 5 على 3 و نعود في معادلة مستقيم إذن Y يساوي ناقص 5 على 3 X زائد B الآن نحدد الأرتوب عند الأصل الذي هو B عندنا بما أن النقطة A عند الأفصول لها 1 والأرتوب لها ناقص 2 نعود في المعادلة يصبح Y يساوي يعني ناقص 2 تساوي ناقص 5 على 3 في 1 1 هو X هو الأفصول زائد B وهذه معادلة نحسب B نضع المجهول في اليسار والأرقام الصحيحة المعروفة في اليمين و نحسب B إذن B يساوي ناقص 1 على 3 و نعود في معادلة عندنا Y يساوي ناقص 5 على 3 الذي هو الميل في X ناقص 1 على 3 ناقص 1 على 3 هو الأرتوب عند الأصل إذن هذه هي معادلة مستقيم إذن هذه هي المعادلة المختصرة لمستقيم معرف بنقطتين هنا تانيا أن تكلم عن المعادلة المختصرة لمستقيم معرف بميله و بنقطة يمر منهما الميل ديال ديالتا هو 3 و النقطة A عندها 2 و ناقص 1 نحن لدينا معادلة مستقيم كما هو معروف دائما أن Y يساوي 3X زائد B عندنا 3 هو الميل نبحث عن P بما أن A تنتمي لدلتا نعود أفصول الأرتوب لأ في معادلة مستقيم لدينا Y يساوي يعني أن Y يساوي ناقص 1 أرتوب A يساوي 3 هو الميل مضروف في 2 وأفصول A زائد B وهذه معادلة نحسب P عاديا إذن B تساوي ناقص 7 و نعود في معادلة هنا غن نتكلمه على الشرط استقامية النقط A و B و S نقط مستقيمية يعني أنها تنتمي لص المستقيم الذي معادلة مختصرة Y وساوي M X زائد B و منه أن A تساوي Y B ناقص Y C على X B ناقص X C و A تساوي A ناقص Y B على X A ناقص X B وبالتالي علينا أن يكون لدينا هم نفس الميل نأخذ الر نقطتين نأخذ الر نقطتين نأخذ الميتال الميتال نأخذ 3 نقط A B C نبين أنها نقط مستقيمية إذن إذا كانت نقط مستقيمية فإنا لها نفس الميل نحسب Y A ناقص Y B على X A ناقص X B و نحسب Y B ناقص Y C على X B ناقص Y C فنلاحظ أنهما متساويين وبالتالي نقول أن النقطة A و B و C نقط مستقيمية لأنها لها نفس الميل خامساً سنتكلموه على الحالات الخاصة الحالات الخاصة التي فيها معادة مستقيم دمار بالنقطة معلومة ويوازي محور الأفاصيل هي Y يساوي Y A جميع النقطة التي تنتمي إلى المستقيم D لها نفس الأرتوب Y A و معادة مستقيم دمار بالنقطة معلومة A ويوازي محور الأراتيب هي X يساوي X A وجميع النقطة التي تنتمي إلى المستقيم دمار لها نفس أفصول X A هذه حالة خاصة عندنا ثانية كبيرة نتكلموه على التوازي والتعامد هنا نتكلموه على التوازي مستقيمين إذا كان مستقيمان متوازيين فإنا لهم نفس الميل إذا كان المستقيمين نفس الميل فإنهما يكونان متوازيين خاصية عكسية مثال في المستوى نأخذ أن Y يساوي 2X ناقص 1 معادة المختصة للD لنحدد معادة المستقيم دمار من نقطة A والموازي للD لدينا المعادة المختصة للدلتا هي Y يساوي M 2X زائد B بما أن D يوازي دلتا فإنه لهم نفس الميل M يساوي 2 إذا دلتا عنده معادة Y يساوي 2X يعني الميل في X زائد B وبما أن A تنتمي للدلتا نعود أرتوب A يساوي 2X يعني 2 في ناقص 1 زائد B يساوي 4 إذا P يساوي 4 وبالتالي فإنه معادة دلتا هي Y يساوي 2X زائد 4 سوف نتكلمه على تعامد مستقيمين إذا كان مستقيمين متعامدان فإنه جداء ميلهما يساوي ناقص 1 سوف نأخذ مثال D معادة Y يساوي 2X ناقص 1 ونحدد معادة مستقيم دلتا المار من النقطة أو الموازي للD العمودي للD عفواً لدينا معادة مختصة للمستقيم دلتا هي Y يساوي MX زائد B بما أن D عمودي على دلتا فإنه جدهما يساوي ناقص 1 ونحسب M يساوي ناقص 1 على 2 ونعود في المعادلة وبما أن A تنتمي للدلتا فإنه نعود أرتوب A و أفصول A في المعادلة كما كان في السابق ونحسب وفي الأخير نجد أن Y تساوي ناقص 1 على 2X X زائد 3 على 2 3 على 2 هي B هي الأرتوب عند الأصل ونعقص 1 على 2 هو الميل ترجمة نانسي قنقر